اكتر من 300 ألف ليرة صارت مسجلة ارتفاع صفيحة البنزين من بداية العام 2024 بالرغم من استقرار سعر صرف الدولار وهي اليوم تلامس العشرين دولار للتنك الوحدة فما الأسباب ورقها الارتفاع طلعت من أول سنة اليوم هي نتيجة الأحداث السياسية اللي عم تكون بالمنطقة وهذا الشي هيدا عم يشكل ضغط كتير عالي وهيدا الشي المسبب الأول والأخير اليوم بطلعة الأسعار طبعاً لبنان هو بيطبع الأسعار العالمية نأنه بالنتيجة نحن بلد غير منتج للنفط ونحن بنشتري النفط طبعنا من الأسواق العالمية وأكيد العرض والطلب والأسعار العالمية هي اللي بتأثر على الأسعار اللي هي بلبنان بناءاً على ما ذكر هل سنشهد ارتفاعات إضافية للأسعار بالأيام المقبلة؟ نحن ندمين كمان على فص الصيف دايماً بفص الصيف الأسعار خاصة بالبنزين تطلع وأسعار المزود تنزل لأنه بيصير فيه طلب زيادة لأنه العالم تروحه بتجي أكتر والمزود بيخف لأنه الاستعمال والطاقة مشان التدفئة بينزل عالمياً نحن يمكن هالشي يكون فيه مقابله يعني المقابل ممكن أنه ينزل السعر إذا هدية الأوضاع عندك بالمقابل عندك طلب مزداد عندك يمكن قاند اف بالانس يعني عندك أنا بعتقد أنه ممكن أنه الأسعار تضل ضمن هالهاميش هيدا اللي عم نحكي فيه يعني ما لح تنزل وما لح تطلع إلا ما يكون فيه شيء اكسر اودينار أما بالنسبة لأسعار المزود المتفاوتة بالسوق أحذروا أيها الطجار المخشوش منها الذي سيؤدي حتما إلى ضرار مصالحكم المستهلك عم يشوف عروضات أسعار المزود هيدا ناتجة عن إبداع عم تكون مهربة من سوريا عم تجي من ليبيا عمر سوريا للبنان وهيدا بمواصفات خارج المواصفات الليبنية والدولة الليبنية اليوم ما عم تقدر تضبط هذا الموضوع بتضر للصحة وتضر للموترات للجريتر مولاد الكهرباء اللي عم يستعملوها لأنه شفنا بكتير أحوال وعم نسبعا بوسائل الأخبار أنه عم يصير فيه حراية عم يصير فيه الموتر عم يحمى وعم يولع إذن كل ما هو مرتبط بأسعار النفط بلبنان بتعود نتيجه لأسعار النفط العالمية اللي بتتأثر بالأحداث الجيوسياسية والأمنية موسيقى 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 اشتركوا في القناة